السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين وبعد فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أهلا وسهلا ومرحبا بكم ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع خفايا القلوب مع خفايا القلوب نعرف خفايا وأسرار القلب السليم مع خفايا القلوب نعرف خفايا وأسرار القلب المريض مع خفايا القلوب نعرف خفايا وأسرار القلب الخاشع والقلب الخاضع والقلب المنيم والقلب الله والقلب الساهي والقلب الغافل ومع خفايا القلوب نعرف أين قلبنا من هذه القلوب اليوم أيها الإخوة أذكر لحضراتكم وسائل طهارة الكلوب ها العودة طهر ألبه من أراد أن يكون قلبه سليما صحيحا طاهرا فليستمع إلى هذه الوسائل من أراد أن يطلع الله إلى قلبه وأن ينظر الله إلى قلبه فيجد قلبه منيرا مشرقا مضيئا فليستمع إلى هذه الوسائل الوسيلة الأولى القرآن الكريم كما قلت لحضراتكم في اللقاء السابق أفضل وسيلة على الإطلاق كراءة القرآن الكريم تضبر القرآن الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمان القرآن الكريم هناك وسائل أخرى مع القرآن الكريم منها الدعاء الدعاء بانكسار على باب الله أن يطهر الله كلبنا يا أخي وقف على باب ربنا أقول له اللهم طهر قلبي اللهم طهر قلبي من النفاق اللهم طهر قلبي من الرياء اللهم ارجع القلبي خاشعا اللهم ارزقنا كلوبا خاشعة اللهم ارجع القلوبنا خاضعة اضع الله انكسر على باب الله سبحانه وتعالى لا تكسل من الدعاء ولا يعني تنظر إلى الدعاء لأنه شيء يعني ثنوي لا والله الدعاء أفضل من أفضل الوسائل في طهارة القلوب اضع الله ان ربنا طهر قلبك وهجعل قلبك خاشعا اللهم ارزقني قلبا خاشعا اللهم ارزقني قلبا منيبة اللهم ارزقني قلبا ذاكرا اللهم ارزقني قلبا صحيحا اللهم ارزقني قلبا سليمة اللهم ارزقني قلبا مطمئنا اللهم ارزقني قلبا موجلا اللهم ارزقني قلبا في السكينة وفي الطمأنينة اضع الله سبحانه وتعالى يا أخي لقد كان نبيك محمد نبينا حبيبنا رسولنا الرسول المصطفى النبي المجتبى كان يدعو الله سبحانه وتعالى من قلبه فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك يا الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأن يثبت الله قلبه على الإيمان النبي يدعو ربه أن يثبت الله قلبه على التوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يثبت الله قلبه على الطاعة سبحان الله وهل يمكن هل يمكن أن ينقلب النبي هل يمكن أن يرتد النبي هل يمكن للنبي بعد أن اصطفاه الله وأنزل على قلبه القرآن وطهر قلبه وجعل قلبه أطهر القلوب على الإطلاق هل يمكن للنبي أن يرتد أن ينقلب سيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لي أراك ددعو بهذا الدعاء كثيرا فيقول يا عائشة إن القلوب بين إصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يا الله يا الله إذا كان النبي يخاف على تقلب قلبه القلب سمي قلبا لتقلبه إذا كان النبي يخاف من تقلب قلبه فما بالنا نحن ما بالنا نحن لذلك عاوزين ندعو الله كثيرا أن يطهر الله كلبنا من النفاق من الرياء من المعاصي من الشرك من الغل من الحقد من العسد من القراهية لذلك الصحابة يا جماعة كانوا بيدعو الله مش الآل الكرآنية بتقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا دعاه ولإخواننا الذين سباكونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا جماعة الصحابة دعت ربنا واتبعونا دعوا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا وهذا دعاء جاء في سورة الحشر بعد الحديث عن المهاجرين والحديث عن الأنصار حتى نتعلم أن ندعو الله سبحانه وتعالى وأن نطهر قلوبنا بالدعاء اوعى تستصغر الدعاء اوعى تظن أن الدعاء دي حاجة ثانوية لا والله بالدعاء يثبت الله القلوب كان مثلا يقول اللهم إني أسألك قلبا خاشعة اللهم إني أسألك قلبا خاشعة أين نحن من هذا الدعاء أين نحن حينما أشعر في قلبي بغل من إخواني أو حسد لأحد أو شيء في نفسي من أحد أقول ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لذلك الكرآن يا جماعة يحلمنا إن الإنسان دايما لابد أن يحافظ على الدعاء لذلك أنا عايز أقول لك طهر قلبك بالدعاء طهر قلبك بالدعاء طهر قلبك بالدعاء اسمع إلى الكرآن وهو يقول ربنا ربنا دعاءه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله على هذا الدعاء والدعاء ده جئ إمتى جاء عقب الحديث عن أصحاب القلوب التي تبحث تتجرؤ على الله سبحانه وتعالى وتبحث عن المتشابهات وتبحث عن مواطن الزلل لتحرف النصوص يعني الآيات الأبلاء هو الذي أنزل يعني الآيات الأبلاء تتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات هنا أم الكتاب وأخرى متشابهات القرآن الكريم أنزل فيه المتشابه وفيه المحكم إلى أن قال القرآن ابتغاء Qatar ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تقويله ظلمين الذين في قلوبهم زيغن فياتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تقويله يبحثوا عن الآيات اللي ممكن يعني في ظاهرها التناقض أو اللي بيسمينه علماء مهم لاختلاف والتناقد مهم واهن إنا مش حقيقة فهؤلاء يبحثون عن هذه المواطن يوم القرآن يعلمنا نحن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إذن أقوله طهر قلبك بالقرآن طهر قلبك بالدعاء وإلى لقاء آخر مع وسائل أخرى لطهارة القلب والمحافظة على القلب من الآفاد مع خفايا القلوب أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته